اشتركوا في القناة وكذلك تنظيم المسابقات القرآنية المحلية ومكافأة الفائزين فيها وترتيب مشاركات المملكة في مسابقات القرآن الكريم الدولية ومكافأة الفائزين فيها أيضا وذلك بميزانية تصل إلى قرابة المليوني دينار بحريني سنويا وأكد الدكتور المفتاح على أن ميزانية العام الحالي مستمرة كما هي لدعم مراكز التحفيظ التي تشرف عليها الوزارة ومنح المكافآت للقائمين عليها ولم يطالها أي تغيير أما الميزانيات التشغيلية لإدارات الوزارة فهي التي اقتصرت عليها التخفيظات المقررة تبعا للتقديرات الميزانية للعام الحالي وختم المفتاح تصريحه بقوله أن اهتمام مملكة البحرين بالقرآن الكريم وأهله هو أحد مصادر الخير والبركة والفخر والاعتزاز ونحن نرى أبناءنا وبناتنا يحتلون المراكز المتقدمة في العديد من المسابقات الدولية وهو شريف شرف كبير لنا في الوزارة أن نكون من القائمين على خدمة كتاب الله شكرا